قصتنا النهاردة عن واحدة من أخطر ممثلات اللي سمعت عنهم في حياتي شهد البنت اللي عندها 16 سنة ولسه طالبها في 3 سنوي ورغم كده قدرت تعمل 22 حساب وهمي على السوشيال ميديا ب22 شخصية مختلفة من كل الأعمار والأشكال عملت دور الولد اللي ضحك على زميلها البنات ولعب بمشاعرهم ودور البنت اللي ضحكت على أخوها وعشمته بالجواز حتى المدرس بتاعها ضحكت عليه بحساب وهمي لبنت وخلته يطلب منها نوع يتجوز على مراته تخيلوا؟ حتى دور الست المطلقة والراجل الأرمل لعبتهم بكل جدارة وكانت مشتركة في جروبات كتير جدا بتقدم فيها النصايح للشباب وتقول لهم أنتوا زي أولا دي لما أموتها وإخواتها البنات عرفوا وواجهوها قالت لهم أنتوا مستهونين بيا أنا بكرة هدخل معهد في نوم مصرحية وأبقى ممثلة وهكتب قصص وأفلام كمان وكل الشخصيات دي هتبقى بداية جمهوري ويخلوني ترند وعشان كده منورنا ومشرفنا النهار ده دكتور أحمد علام استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية ازيك يا دكتور؟ أهلا بحركة سيد سيدنا الحمد لله كله إيه رأيك في بنت المخاذر دي؟ والله هي بنت فعلا زي بحركة قلتي هي بتتمتع يعني نقدر نقول بزكاء في الشر يعني الزكاء شرير جدا لأنها تحوير آه ما عندهاش مشكلة جدا أن هي تجرح أقرب الناس ليها آه ما عندهاش مشكلة أن هي تجرح زميلاتها أصدقائها أخوها كل الحاجات دي بالنسبة لها عادي جدا في سبيل أن هي تستمتع ولو متعة زائفة أن هي متعة بتستمتع بأن هي شخصية أخرى بتعيشها فتستمتع بمثلا بانبهار الطرف الآخر بيها أو بالكلام معاها فطبعا شخصية أكيد بحتاجة أمور نفسية كتير تتعالج عندها وتفتكرشي أن هي دي بداية نجاحة أو أن هي ممكن في يوم الأيام تبقى زي ما بتقول كاتبة ونجاحة وكده لأن هي عندها مشاكل نفسية كتير عرفت منين بي يا دكتور يعني إيه اللي بيدل بقى تعالى نمسك القصة نفصصها كده حتى 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 قولي إيه اللي أنت حسيت بيه بنت دي لازم تتعالج عنده أي نقطة عند النقوات أن هي تعمل 200 أو بكلمة 22 يعني واحدة عامة 22 مدرس بتاعها ما عندها بتعملي إيه ما عندهاش مشكلة أن هي تجرح أي حد دي الحتة اللي أنا فكرت فيها ليه شيلة السورات دا هي أخدت إيه يعني هم تدولها إيه فهي ردتولهم إيه أكيد تدولها حاجات زي كده عدم اهتمام وخلي بالن أن مش الأم لما تبعت وتقول أنا دلوقتي بنتي عندها كذا وكذا فإحنا طبعا مشوقين على أن الأم بتقول هذا الكلام وهي متأثرة ولكن هي متأثرة بعد إيه إحنا ما نضمنش وهي صغيرة عدم اهتمام كان تفضيل حد أكتر منها اتحرمت من حاجات قد تكون برضو الأم والأب يعني ما لهمش دور فيها أنها ما اتحرمت من حاجات كان نفسها أنها يتحققها في حاجات كمان من ضمن الأمور اللي هي مثلا بتتفرج على حاجة أو دي بنكلم بها الأهل حتة الرقابة وأنا بتفرج على بعض الأفلام ولا بعض المسلسلات أحبت رقمت شخصية حاجة معينة حبت فيه حبت يمكن الجانب الشرير وعلى فكرة يعني أنا بيجي لي حاجات أولاد أحيانا ممكن ولد صغير بيكلمني بيقول أنا عايزة أبقى شرير ولد بيقول وعايزة أبقى شرير أه ليه بتحبي يا ابني كده أنا حبيت أجيبها له من مدخل معين فبقول له إيه طب إيش أنت بيشوف الخير بينتصر على الشر في الآخر في أي حاجة بتفرج عليها قال لي آه بس الشر بينتصر طول الحلقات والخير بينتصر في الآخر فلفعت نظر الحاجة مهمة ممكن برضو الناس تخلي بالا منها صنع الدرامة حتة إن أنا ما خليش الشر عمالي ينتصر فعلا طول الفيلم أو طول المسلسل ويجي الخير في الآخر مثلا خلاص تتقبض عليه أو تساجن أو تعمل مش عارف إيه فبالتالي إحساسي إن ده البطل الهيرو طول المسلسل أو طول التمثيلية أو طول الفيلم ولكن في الآخر الخير هو انتصر عليهم على الواحدة طب ما هو لازم تبقى دي القصة لازم يبقى فيه شر عشان الخير ينتصر بس نخلي برضو الشر ده مش طول الوقت هو اللي زكي وهو يعني مش طول الوقت دايما نحجر معنا عشان كده بقول للبنت ما يبقاش الشر أنه دمه خفيف أو مكمل أو إنه إحنا بدينه دور البطل دور البطل هو الشرير في آخر بيظهر في آخر شطين يعني فعلا فأنا بالتالي البنت دي ممكن الولد دي كان عمد كم سنة؟ الولد دي كان عمده عشر سنين وبيقول هذا الكريم وقاله وقابوه ليه؟ علشان بيه أفكاره كده طول الوقت مش دي مش دي الفكرة الوحيد عنده أفكار كده طول الوقت بيكلم في حاجات زي كده إيه بقى يعني قولي عايز أشوف كده يعني مثلا إمتى نواد دي عيالنا لده كده نفسي؟ يعني أولا عنيف جدا بيستخدم عنف وهو ما بيقولي بيقولي إحنا ما مرسناش عليه دور عنف ما كناش ما بيضربه عنف إيه بيضرب العيال يعني؟ آه يضرب أخوات آه يضرب أخوات وكمان رغم أنه هم بيقولوه في البيت إحنا ما بنعنفش مع حد فجاب الكلام ده طبعا من إيه؟ من أعادته قدام الكرتون أو بس أي طفل يبقى عنيف نواد دي العنف الزائد العنف الزائد والعصبية كمان الزائدة الطفل يبقى عصبي يا أستاذة سالي عصبي من إيه؟ ده ما روش أي ضغوط في حياته ده وحياته عشان يلعب بسهو في أطفالك الأدية كده؟ لا ده ما ينفعش يعني الكباية مش عارف يشرب من يروح رميها من على البقاء لا ده يحتاج يا أمي ده مجد؟ آه طبعا يحتاج تعديل السلوك لأن طبعا ده تصرفات حكبون الأهل مش عارفين أن يزبطوا طريقة التعامل معايا مش عارفين أن يزبطوا حتة الأفكار هيجي عند مرحلة معينة أنا هبقى متضايق منها لأنه هو زودها وهو الطفل مش هيفهم هي دي حاجة حلوة لوحشة ما نتضايق ما نتفرح فرحت أوقات سديدت أجينت؟ ممكن تبقى أجينت بس برد في الآخر وفي الأول لما تزيد عن حدها لازم أن أنا أقومها خاصة أن إحنا حتت أن إحنا نضحك على الحاجة الغلط وبعدين نرجع إيه؟ ننتقد الحاجة الغلط أو نزعله أو نعنفه بتعمل لغبطة عنه وهو مش فهم طب هو إذا كان دي غلط أنت الحكت عليها طب أشاهد في السن ده إن هي مش فهمة يبتعمل إيه؟ لا شاهدة كمان فهمة شاهدة خلاص طب ما لإيه اللي أنتوا مستهونين بي أنا مش عارف إيه ومش عارف إزيه؟ هي أصبحت فهمة خلاص هي وسط الدرجة بلسانة بقول تراصب تدعيات الماضي أو الحاجات اللي هي عاشتها في الماضي ما هي نتيجة إيه؟ المفهوم الزاتي اللي عندها لتشكل في حيث إن أنا أبقى عندي الشر ده نتيجة حاجتين يا إما خبرات سابقة يا إما تربية وهي مرت بالحاجتين اللي هي التربية بتاعتها والخبرة اللي هي اكتسبتها من خلال الحاجات اللي بتشوفها وخلي بقى لحضرتك هي لما نكحت مرة واثنين وثلاثة بقى عندها خبرة في دي يعني مش شرط الخبرة دي لازم دايما تكون جالب الخير ممكن واحد لص يبع عنده خبرة في اللي هو بيسر وهي خرت خبرة في إن أنا إزاي أول مرة ممكن تكون ما أتقنتهاش قوي واستعدت تاني مرة فهي تتدرك أخطأها مع الوقت فالعملة بتنجح معها قوي يعني بتحقق لها الحاجة الرغبة اللي هي عندها كمان عايز أقول على حاجة أستاذ سالي في حاجتين مرتبطين معنا دايما هم اللي بيخلونا نتعامل في أمور مختلفة إيه هم حتة اسمها الألم حاجة اسمها الألم وحاجة اسمها المتعة يعني إيه يعني أنا لو عملت شيء أمتعني أنا عقدي البطن طبيعي هيحب أني أنا أعمل حاجة دي مرة تانية والله حتى لو غلط حتى لو غلط إحنا معمول إحنا الحاجة دي موجودة جوانا عشان نعمل الصح بس إحنا بناستخدمها في الغلاط لأنه هو ممكن يمتعنا فبالتالي ده أشعرني بلزة أو بمتعة هعملها تاني الحاجة اللي بتقلمني أو الحاجة اللي أنا لقيت منها تعنيف هلقيت منها مشكلة حصلتلي حلاقي نفسي تلقائيا بابتعد عنها فبالتالي هي إيه اللي حصل معاها ما حصل لهاش أي مشكلة ما حصل لهاش أي تعنيف ما حدش وقف ضدها في حاجة فبالتالي هي مستمتعة بهذا الدور اللي هي بتلعبه ومستمتعة باللي هي بتستهزأ بمشاعر الآخرين دي في حد ذاتها عملت لها متعة ومتعة زائفة يعني بابها ده جزئه أنه جاب لها موباية لشان بطلباتها مجابة وبيحاول يرياحها ويعوض الأيام اللي هو ما عاشهاش مع أخوتها أقول لها حضرتك كلمة قصية هو جزئه أنه هو أصلا ما رائبهاش هو جزئه أنه هو مهتم تعالى بقى عند النقطة دي عشان بحبها قوي ايوه هو أنا ممكن رائب حسابات ولادي مش لازم حسابات أنا ممكن أن أنا أبقى متواصل معاهم جزئه معاهم أنا لسا ما حملش لا يعني أنا أقضي الموبايل أنه ممكن أدخل عليه وهم نايمين هم أم سيكون أنا عارفة باسوردهم ومعرفوش أنا عارفها في سن معينة ممكن أخش أفتش اه في سن معينة مفتحش بوقي ولا أفتح بوقي لا أشوفه بعد كده لو لقيت حاجة غلط غلط معقول ممكن أن أنا أبتدي أن أنا أعمله كأني عرفته بطريق آخر غير أن أنا فتحت الموبايل أرمي الكلمة زي ما أمهات المصريين المشهورين طبعا برمي الكلمة اللي بتتبقى فاهمي أنها فهمة ممكن أو أن حد قال لي أو أن في حد من أصحابك مش عارف كده مش هقولك هو مين اه دي ممكن في سن معينة بقى طب أنا ممكن أقولهم افتحوا موبايلاتك وشوف فيها ايه آه ممكن واخد منه الموبايل يعني ده حق لكل أم وصلنا مش عارفها يا أخوية التربية الإيجابية الحديثة دي بتعمل ايه لا هو طبعا حق ودي من ضمن التربية الإيجابية حيات التربية أنا عارف زمان كان الموبايل بيتاخده بالأسبوع يفضل مستخدم لا وإيه يعني أن أنا أقول له وريني الموبايل أنت بتخش عليه فاجأ وهو يبقى عارف أن أنا متنفقه سنة اللي عم أنت كامش ممكن يبقى لو ده أنصح مني ويمسح قبل ما أنا بص ممكن يعمل كده يعني زي ما رجالة بتعمل لما ستاتها تبسك الموبايل ببلايما نظيف نظيف سبحانك يا رب أكيد بس أنا يعني بس أقول كل ولا ولا تشات مع ولا واحدة لا ممكن يلاقي مصرحة أنا أستغربي ممكن حضرك تلاقي بس ممكن يلاقي ساعتين بس بس بيكلم مسلا إبراهيم السباك بس ساعتين آه فيخلوا بالهم من الوقت بالموقع آه يعني مش تزم السباك آه يعني مش تزم السباك آه بس تلاقي إبراهيم السباك بيبعته حاشتيني آه على الأقل ممكن ما أنا هعمل وسائل الخبوة مختلفة أمانا ممكن أن أنا أشوفه مرة مرة ممكن أن أنا أقعد جنبه مرة هو بيتكلم حتة التواصل أرمي ودني أرمي ودني وعين كده وغوز آه وحتة التواصل معا بس ما واجهش عشان هو ما يبقاش أنصح مني ممكن أواجه وممكن على حسب الموقف عمل إزاي إما ممكن أواجه إما ممكن أن أنا زي ما قول حرك بطريقة غير مباشرة إحنا منقول الرقابة دي كمان مع الأولاد ومع بناتنا في سن معينة بيقول أيوة أنا معاك يا دكتور مش الرقابة بس سعب يبقى عندك فضول يعني أنا حب أعرف يعني أغازم يعني بس المحدي التواصل بحده وأنا عادة على الموبايل بقى بص يعني أنا معرفش مين رقم والله يمعرف الاسم بس أنا حب أبص المصات العادية دي بمفعش مشكلة حتى مع أصحابي لو معقول في حد بيعمل كده وده بيقى أشوية فضول كده شوية فضوله والبصات العادية وبعدين هو أعجب بحضراتك هيرن يعني وهيتكلم والصوت هيبقى مسموح لا ما أنت ممكن تريمها زي مقالتك برضو هتلاقي المكواجي بقى بعيتلو بقى أنت ما بقيتش تيجي ليه والتاني السباك بعيتلو عشي أه طبعا فهدي كل لها إما هم بيبقى أنصر منه لا أقول يا جماعة بصوا على الوقت بصوا ما تبصش على اسم والاسم عادي عادي شوف بقى مكلمه قد إيه يعني أكيد مش هيكلم بسببك 16 دقيقة أكيد طبعا أكيد بيسألوا ده بد واضح أن الأمر خطير جدا طبعا هيتكلم في كل الوقت ده هيكل لها دقيقة وخلاص فبالتالي برضو نبص على الوقت تخلي نفسها يعني حتى مع المراقين أو مع الأطفال أبص على الوقت أبص على الوقت أشوف بيكلمين كل فترة دي وطب صديقه ده أنا عارفه حد جديد حد قبل كده كان بيكلمه هنا حديث قلت الأب هو يعني زنبه بنته الثقة ما أنت عملت قولة الثقة هي لا الثقة أنا أتكلم على الكبار أنا دوقتي اتجوزت وروح تتجوزت حد أكيد يعني في بينه وبينه ثقة وفي بينه وبينه طفاهم وحب وعلاقة طيبة أنا ما أتكلمش على الأبناء الأبناء أنا ممكن أبقى عندي ثقة في ابني بس في نفس الوقت أراقب عليه في نفس الوقت أديله الحاجة اللي ممكن تخليه لما يواجه المجتمع أو لما يطلع على المجتمع يتعامل بالتعاملات المنطقات الطبعية بس في حد مخه يستوع بـ 22 fake account طبعا دي فلاتات يعني اللي هي عملته ده حاجة over وحاجة زيادة لو كنت تستغل زكاة هدف حاجة مفيدة وحاجة تفيدك يا شيخة دايما بنقول حاجة مهمة جدا الحديث قلتيها أنا ممكن أنجح كده وممكن أنجح كده أنا اخترت أن أنجح بالطريقة الغلط إنما أنا ممكن لو عملت الحاجة الصحة هنجح برط زي ما وحدش ولا مرة زي ما ما غلطتش ولا مرة عشان ما بيشوفوهاش ما بيتكلموش معاها واجهة اللي واجهة ممكن بتعرف تخرق من الحاجات دي أو ما تبينش بقا وشها هتبعت صور أخرى مش بتاعتها الله أعلم بقية كانت العملية كانت المحادثات مش هزيه بس أكيد حتة إنه هما ما فيش رؤية دي بيننا وبين بعض ودي من مخاطر التكنولوجيا اللي إحنا بقنا فيها دلوقتي في العاصل حال إنها حتة إن أنا أتكلم مع حد أو أتعامل مع حد وأنا معرفوش شخصيا وممكن طبعا فيها مخاطرة فيها نصب مادي فيها نصب أو احتيال نقدر أقوله عليه احتيال عاطفي زي ما إحنا شوفنا فيها ممكن يوقعني أنا كمان في مشكلة مش شرط يكون نصب ممكن هو يبتزيني بشيء معين ممكن هو ياخد الحوار اللي أنا بيني وبينه ويفبرك عليه حاجة تانية ويعمل لي مشكلة كبيرة فبالتالي دي كلها أمور بقت موجودة دلوقتي في التكنولوجيا الحديثة عشان كده بنقول ما تتواصلش مع أي حد أو مع واحدة أو مع واحدة غير ما كوني في بينه وبينهم معرفة وثيقة بلتخيل المدرس بتاعه هتضحك عليه ويعايز تجوزها على مراته طيب المدرس بتاعه عشان على فكرة أنا جات لقصة زي كده إن حد تواصل برضو مع واحدة ويتكلم معاه رغم إنه هو مش هفلهاش أي صورة وكان عنده استعداد إنه هو يتجوزها على زوجته برضو بنفس الطريقة رغم إنه هو مش هفلهاش حتى صورة شخصية بكلام دقيب أداء مجرد افتقاد عاطفي وافتقاد حب وافتقاد الجانب موجود ومش موجود عنده في البيت بيدور على أي حاجة وخلاص وفي كلام ما تقوله كلمتين حلوين خلاص يبقى يا زي آه ممكن يكون عنده حاجة زي كده فيه النهاردة يعني ناس كتير ممكن إنه هو مجرد بيتواصل مع أحد مش شرط إنه هو يكون شافه المهم إن أنا بس بتواصل معي ولو صباح الخير وما يردش علي أو يرد علي الصباح لكده أنا مبسوط جدا إن هي عملت كده فبالتالي في بعض الناس عندها افتقاد عاطفي في بعض الناس عندها مشكلات نفسية في بعض الناس عندها حتة إن أنا مجرد إن فيه طرف آخر بيكلب دي حاجة بالنسبة له يعني جميلة جدا فالمدرس بتاعها أنا أفترض إنه هو واحد عايز يرتبط بواحد ويتعرف عليها من طريق السوشال ميديا أو أي طريق إلكتروني طب أبسط حاجة يقول لها طب نلطقي نتقابل نشوف أهلاها وطولهم بعتولي تحوير رصيد لحد ما بقابلكم هي ممكن تكون نجحت عشان استغلت كل حاجة كل واحد فيهم نقصوا حاجة يا حاول التعوضة يعني استغلت إنه حد عنده نقصة هنين أختها محتاجة تكلم حد أخوها عايز يرتبط يعني ممكن يكون هي عملت كده أعتقد الناس اللي هي اخترتهم اخترت معهم الإسلوب الأمثل لكل واحد فيهم هي بنت زي ما حالك قلت هي عندها زكاء في الشر هي أصلا استغلت لكل حد فيهم نقصوا إيه تابعت مع الأسلوب الأمثل ده إحنا ساعات منقول مش عارفين نتعامل مع الشخصين اللي قدامنا أقولوا لان فوقت تتعامل معها كذا بدل كذا لا دي دخل على طول في الصميم وعرفة هي بتعمل إيه طب ليه أخوتها كده ليه أخوتها يعني هم كويسين وهي ولا ليه أخوتها ليه تعمل كيف أخوتها يعني في حد دي ما كيف أخوتها ممكن ما أنا أقول صحديك ممكن يكون في الأول كان في تفضيلات آه ممكن طبعا تفضيل الأخوات على بعض بيعمل حاجات زي كده بس أدمر أختي وأعمل ممكن عشان هي مفضلة عنها عشان هي كان بتقارن معاها وإحنا بنقول بلاش المقارنات السلبية ما بين الأخوات وبعضهم كان دايما يقولها مثلا أختك أحسن منكم بيقولوا الكلام ده لا ما هي دايما بنحفزه بنقول كده مثلا يعني مثلا منقولهاش كتير حمادة الوحيد اللي بيخلص أكله بتلاقي التاني تخن أنا ممكنش أقول دي كده لا ما نقولهاش كتير ما نقولهاش كتير وما نقولهاش في دافع إن أنا مثلا إيه إن دايما ده المفضل بالنسبة لي وده دايما اللي بييد بس أذبك سعب يميل لواحد فيهم أكتر أكير بس ما يتقلش المؤدب يعني التاني مش مؤدب طبعا نعمل له إيه برضو ما يتقلش قدامه هذا الكلام يعني هو مش مؤدب ما يتقلش لحمادة خليك مؤدب بس مش طول الوقت خليك مؤدب زي حمادة أدور هو ليه مش مؤدب أدور هو دي سمات شخصية عنده ولا حاجة تانية مغروسة بشكل أو بآخر فبالتالي دي أفضل من أنا حيثت إن أنا أقوله أنت مش مؤدب وأخوك مؤدب طب قلت له مرة التانية التالتة أصبحت حاجة على لسانة طول الوقت طيب النقد غير البناء ده نتكلم عليه حتى للكبار ممكن يخدها ترند أنا مش مؤدب زي شاهد يعني أنا مش مؤدب فأنا مؤدب يعني لما بتقولها كتير فعلا بيبغز من عنك أنت اللي بتعمل كده فيهم بتغرس فيهم الحاجات طبعا هو حركة أو تلت حاجات ما نعملهمش بنسميهم القتل الثلاث إيه هم أستاذ سالي أول حاجة المقارنة السلبية تاني حاجة النقد غير البناء تالت حاجة كثرة اللوم والعتاب سواء الكلام ده بقى للأزواج أو للأبناء ما عودش أنقر حد طول الوقت نقد غير بناء يعني نقد ما بيوصلش الحاجة إنما الحلقة دي وحشة إيه النقد اللي أنا عملته إيه اللي أنا حركة استفدتي مفيش حاجة فبالتالي ما قلش الابن أنت وحش طيب المقارنة السلبية أقارن حد بحد بحيث أن أنا أطلع اللي أنا بقارنه ده هو اللي وحش والتاني يحسن منه ليسمع المقارنة السلبية قسرت اللوم والعتاب كل شوية أنت عملت أنت سويت أنت عملت أنت روحت كل الكلام ده كله بيخلق عند الطرف الآخر أشياء مش طيبة تجاه ممكن يبقى تجاه اللي بيعنفه أو بيقوله الكلام ده وممكن تجاه بقى الأشخاص اللي أنا عملت قارن بيهم وعملت قال لي ده أنت أحسن منك أنت بتعرفش حاجة ده بيعرف أكثر منك كمان طريقة توجيه اللوم والعتاب إحنا مش عارفين برضو بتبقى عاملة إزاي هل هي بأسلوب منمق ولا هي أسلوب اللي هو الدبش زي ما بنقول فبالتالي البنت دي عندها مشكلات تجاه المجتمع وتجاه أهلها يعني هي واضح أنها تجاه تجاه الأهل ثم أصبحت تجاه المجتمع ككل اللي هي عندها استعراض أنها تدور المجتمع ككل أقول لحضرتك على قصة حضرتك بتقولي أبناء طيب أنا عايز أقول لحضرتك فيه اتنين كانوا مسافرين زوج وزوجة عندهم ولدين ولد لسه رضيع مولود بقيله فترة قليلة وولد أكبر شوي لموا لشنط ولموا لحاجات والقصة دي حقيقية حد جالي بكده ولموا لشنط وبعد بحث طلع إيه أخوه حطوه في الشنطة حطوه في الشنطة من مشونة الصفر اللي هم ما كانوش هيخدوها معاهم إن هي شنطة صفر بس إيه لا هنستبعدها وناخد دول أخوه قدي لا حطوه حوالي سبع سنين حطوه شاله وحطوه في الشنطة عشان يخبيه بيعمل إيه أنا بخفي لكم ده أنا مش عايز ده أنا بخفي الولد اللي انتو عملين مهتمين بيه ده اهتموا بي أنا موجود قد يكون كمان بيقول لهم هذا الكلام إن أنا بصت وأنا بعرف أعمل إيه أنا ممكن أعمل كده فهتموا بي هو ما بيعرفش التمييز والتمييز ما بين الاهتمام الإيجابي والاهتمام السابق بعد الحركة دي جابوا لعيادة أه بعد الحركة دي طبعا أكيد وطبعا ده كان حاجة مهمة جدا إنه هو في الآخر المشكلة عند الأهل بس إحنا أحيانا مثلا زي قصة شاهد أحيانا بنقول يا حرام دي عايزة تزهر فإحنا ندي له شوية حنان وخلاص لكن ما بيقول شنط موديها الدكتور ده هو إحنا النهاردة مع التطور اللي إحنا بنشوفه ده حماء العملية حتى سهلة النهاردة ممكن بيتتواصل خمال عن طريق النت ممكن قراءات كتيرة موجودة ممكن فيديوهات يعني حتى لو الحد اللي مش قادر يروح ما بقاش عنده عز وبعدين زي ما قول حضرتك هو تعديل صلوك الأطفال ومراهقين ده خلاص أصبح حاجة ممكن لحد يعملها حتى في الطبيعي منشوف لعيبة ومنشوف مفننين معاهم أو منشوف حد متميزين أي أن كان يعني معاهم حد متخصص في تنمية بشرية في صحة نفسية في أمور معينة تحفيزية طول الوقت لازم يبقى فيه تحفيز ليه فيه دوافع بيقدر يدهاله فيه ضغوط ممكن يزيلها من عليه فإحنا إيه المنع يا جماعة ما بقاش بقى صوت التضير فدول على قدهم قوي يعني دول عيلة قاعدوا يحطوا الإرش على الإرش وهي كان بتشتغل مش عارفها فين وعلى بل مجاله خمس عيال فهما بيحاولوا يعوضوا هما ما كانوش يملوك غير أنهم يجيبوا لها موبايل تمام جدا بس العامة وصلت للحكاية دي خلاص بقى هي محتاجة حد يبقى يعد معاها مينت رأيك يا فأنا محتاجة علاج نفسي أكيد طبعا والعلاج النفسي على فكرة هي ممكن يعني بإذن الله بيجيب نتيجة طبعا كبيرة بيحول بقى سيجيب نتيجة مع حد دواف بيقولهم أيوة أنا عملت كذا عشان أنتوا مش شايفيني هيبتري يدور على الحاجات الأمور اللي في بقى الحلوة ويطلعها هيبتري تشور الرواسب اللي عنده قبل كده اللي هي كانت سيئة دي ويبتري ممكن يأخل أمينها نموذج أصلا صالح ونموذج طيب ما كانتش هي شايفا هيبتري يرشادها بيشاولها أنت روحي في الحتة دي بلاش تمشي في الحتة دي هي مشى في حتة غلط ممكن أخد زكاءها ده ومشيها في الحتة الصح يعني العلاج هو الحل في القصة طراما أن الأهل ما عندهمش يعني نقول الخبرات الكافية أو طريقة التعامل اللازمة مع أمر زي كده طب يا مفروض تقول لباباها ولا لا في الوقت الحالي باباها المريضة أنا عايز أحل الشيء لازم تقول لازم تقول لازم تقول لازم تقول لازم تشيركوا معا طب لو عيب أكثر أنا أعمل إيه نعم لو عيب ما استوعبش القصة زي ذي يعني مش لازم ممكن نقول بلاش نقوله كل حاجة أو نقول أن أنا شفت عليها حاجات زي واحد اتنين ثلاثة لو هو المرض بتاعه ممكن يتعبوا الأخبار السيئة لزي كده ممكن تستعين بحد من الأسرة يكون عنده برضه خلفيات يكون عنده تعامل طيب حد بتصق فيه حد من الشباب من الشابات اللي هم اللي عندهم نقول عندهم إيه ثقافة عندهم علم تقول لأخواتها اللي دحكت عليهم في الوقت الحالة في الوقت الحالة لما هي تكون عندها إحسعود بالزنب تجاه هؤلاء الشخصات أسألما تقول لهم هينجعوا يصفوا تاني؟ يعني أنا عارف أن أخوي عمل شخصية أو فيك أكاونت عشان يرأيبني أو حاجة أنا هارجع أصفروا تاني وهنتكلم عليه يعني حركة سألتيني تقولوا ولا لا؟ هي طبعا ما تقولش في الوقت الحالة ممكن بعد كده ممكن بعد كده ممكن بعد كده ممكن بعد كده يعني أنا حسب أمو أنا يفعل شدي احتمال أنه ممكن يقفشه في بعض تاني يبقى بلاش تقول يبقى بلاش نهول أه إحنا دايما بنتكلم على حاجة يعني اللي بيجي لنا القصة اللي بتتبعت لنا إحنا بنتكلم على حاجة شخصية إحنا مش شايفينها ومش عارفينها كويس مش عارفين كل جوانبها وشخصيات أخرى عندنا نبذة صغيرة عنهم فبالتالي معرفش هل طبيعة الأشخاص دول هل هم متسامحين هل هم يعني ممكن يتفاهم ولا شخصياتهم أجريسيف وحدة ومش هيعرفوا يتفاهمهم معا فبالتالي منقول عشان كده أقول لها داك احتمال ممكن ولكن لو أنا طب الولد ماشي دول إحنا مش عارفين شخصياتهم بس الولد اللي تكلم مميتها تفتكر إنه هايبقى عنده نبل أخلاق ومش هيتكلم عليها في أحد ولا هيفتح الموضوع تاني يعني برضو في العصر اللي إحنا فيه لأ ده الناس بتحب تتكلم ناس بتحب تتكلم يعني هو هيتكلم ويعادتول إحنا غلابة ومميتها عيطت وقالت له حرام وكده يعني على الأقل هتلاقيها هيقول للناس اللي حواليها هيقول لحد على اعتبار إن الحد كل حد بيقول لحد عشان ما يقولش الحد آه لما أنت معرفتش تحفز على سرك بس التاني هيقول أعتقد إن هي مش هتبقى حاجة بالنسباله إن هي سر شخصة يخاف عليه ولكن أقول نعمل حسابنا على كتب لو طلبت منك مامة شهد ست صبره إن أنت تعليق لها شهد ممكن تعمله ممكن أوجهها أفضل لما أتكلمها الأفضل لحد متخصص تعديل سلوك مراهقين الأول وبعد كانت شوفها آه ده الأولوية بتاعت الحاجة اللي هو ممكن يشوف تعديل السلوك ده يعني ليه جوانب أكتر وليه اختبارات وليه بعض التابرينات اللي ممكن بالبداية ممكن تطلع نامط شخصية معين وتشتغل عليه ويكون الشغل عليه سهل فبالتالي أنا أشايف إن أنبقى لحداتك ده لو عندي ماشي لو عند حد آخر هتقدر إن هي تعدل السلوك زي لو حد قريب منها حد يكون في مكان لأن هي هتحتاج تتردد على الشخصية اللي هتروحها كتير ما نعتقدش إن بضغطة زر العلاج النفسي أو تعديل السلوك ممكن يحتاج قد إيه العلاج النفسي يعني هي دلوقتي مش هنقول إن هو محتاج سنوات ولكن محتاج على أقل شهور كذا جلسة يعني ممكن يحتاج سبعة تمام جلسات بممكن تعني مدار كذا شهر فبالتالي ما نقدرش نقول اللي هي كل حياتها حد هيقعد معها مش سحر هو هيقعد معها ثانية وقول لها خلاص أنت كده بقيت تمام محتاج مرة واثنين وثلاثة محتاج كمان دايما نقول برضو ومنكلم السادة المتخصصين حب لأن أنا بدوت طبعا بيجي لي حاجات مشكلة كمان من المتخصص حب الشخصية ليك اللي جاي الحالة ليك مش حبها بمعنى أن أنا بحبه عاطفيا ولكن أن أنا تأديري للشخص ده أن أنا ارتياحي مع الشخص ده ده بيفرق كتير جدا في حتة العلاج يعني حتى ممكن يبقى عايز لازم ترتاح للدكتور الأول طبعا وحتى ممكن تبقى عايزة أن هي تبقى كويسة لما تروح للدكتورة تقول لها أنا عملت كذا حافظ لي أن هو يتعالج أنا أشكرك جدا يا دكتور رحمة النهار مرسي جدا استنونا بعد الفاصل لسا في كلام كتير قوي